يعني انت بتسمي ذا امار اه عندك فاوربانك محمودة الان اشوف كده وريني هو بكاميرا هاروح تويتر ولا هاروح فيسبوك ولا هاروح انستجرام ولا هاروح سناب شات ولا هاروح تيك توك انه في فئة هناك لها مهتمة بالجيمين طبعاً طبعاً انت حتتعب تجيب فلوسه وانت مرتاح وناهم اكيد حتتعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية في بودكاست حكاية بنستضيف كل اربع اليوتيوب شخصية مميزة وشخصية الاسبوع ده رجل اعمال ناجح بدأ حياته من الصفر وما شاء الله عنده شركات كتيرة في مختلف المجالات بتاعت تسويق الالكتروني شركات تجارة الالكترونية تسويق الالكتروني متاجر الالكترونية استشاري لأكبر الشركات في المملكة ضيفنا النهاردة استاذ ساهل مهدي اليوتيوبر والمسوق الالكتروني المعروف اهلا بك محمود اهلا بك محمود واتشرف بحضرتك وكل المتابعين اللي عندك وان شاء الله انه ربا نكتب لنا الخير في هذه الحلقة وان ينفع فيها باذن الله يا رب يعني بصراحة حضرتك من الشخصيات المميزة وفيديوهاتك يعني منتشرة كويس جدا انا اذكر وقت كورونا اه يعني ما كانش فيه في الساحة الناس اصلا بتكلم في الحاجات دي وحضرتك كنت بتطلع وتتكلم بارقام حقيقية وتقول الارقام تقول يا جماعة اشتغلوا يا جماعة تسويق الالكتروني فيه خير يا جماعة عدوا دورات يا جماعة سجلوا يعني قصة نجاح حركة ملهمة لشباب كتير يلا اهو والله كورونا هي كانت يعني البوش العارف لما انت خلاص تفضلت تقعد في البيت صار في عندي درب في شركة التسويق حقتي بس بفضل الله يعني وقتها كان عندي متجر مختلف شغال كان عندي برضو وصل شغال فوقتها شفت يعني عارف مثلا المبيعات حقتنا زادت ستة سبعة ضعاف لو كنا منبيع مثلا في شهر بمئة ألف صارت ستمئة ألف فإحنا بس كنا بادئين بالتجارة الترونية قبلها وكان يعني فيه استراجل وفيه صعوبة جدا انه نقنع الناس انه يشتروا أولاين نقنع الناس في التجارة الترونية وانه فيها خير وما ما زال الناس الشوبينج أتتيوت تبعهم والتسوق تبعهم ما زال سلوكهم أوفلاين أكثر من أولاين يعني كان مثلا قلنا نقول 50-50 فلما جاءت كورونا يعني كأنه اختصرت علينا الطريق يعني مسافات كبيرة جدا الشخص صار غصبا عنه يطلب من طلبات التوصيل للأكل الشخص غصبا عنه يطلب طلباته أولاين مو بكيف لنهو ما يقدر يطلع فسوى شفت للسلوك هذا أدى إلى نمو وازدهار في التجارة الترونية وهذا لا يعني انه احنا دوقفنا الازدهار لا بالعكس ما زالت هي في بدايتها وما زال يعني احنا قاعدين نصعد لسه ما وصلنا للبيك أعتقد جميل جدا بس احنا حابين قبل ما نبدأ يعني انا عارف الدكتور سهل يعني بطريقة مفصلة أكتر بما ان احنا في صناعة واحدة لكن محتاجين بقى الجمهور عايز تعرف على حاضرتك أكتر والله أنا سهل مهدي أو شيء ما يدكتور لسه بحضر في الدكتورة أنا طولت في الدكتورة ست سنوات أعتقد والسبب أنه يعني لما انت تشتغل تدرس هذا الشيء صعب يعني اللي يشتغل ويدرس ويعرفوا الشيء اللي أنا أتكلم عنه فهي مرحلة صعبة جدا أسس مجموعة من الشركات في منها اللي فشلوا في منها النجح لكن أبرزها لنجحة زي ماسري أكاديمي للدريب الإلكتروني أسسناها في 2016 الآن تعتبر واحدة من رواد الشركات التدريب نبيع دورات للشركات وللأفراد أيضا عندنا أكثر من 200 دورة تدريبية عندنا دبلومات كبيرة جدا للشركات وأيضا للأفراد هذه بالنسبة لماسري أكاديمي برضو شاركت في تأسيس وصل برضو بدأت وصل في 2016 17 تقريبا هذه الأوغات لكن ازدهرت أيضا بعد كورونا هي عبارة عن مسبحة إلكترونية لها براءة اختراع في التصميم فقط اسمها وصل أيضا أسست متجر مختلف يعتبر الآن نوعا ما من المتاجر الرائدة في السعودية فقط طبعا جمهورك أغلبوا من مصر فيمكن ما يعرفوا هذه الشركات ما بيسمعوا عنها لكن هي موجودة هنا في السعودية بشكل كبير جدا هذه يعني معظم الشركات اللي أسستها بنفس الوقت اشتغل على صناعة المحدوى بدأت أنا من أول الناس اللي بدأوا يتكلموا في تسويق الإلكتروني في اليوتيوب تقريبا ما أذكر وقتها كانوا في ناس كثير يعني حتى في تجارة الإلكترونية يعني أنا أذكر بحثت في اليوتيوب 2016 عن تجارة الإلكترونية وكنت وقتها بأبيع ساعات أجيب ساعات كده من ماليزيا وأبيعها في السعودية على صفحة إنستغرام وما كان إنسان صعب إنه أنت تسوي متجر وتنشئ متجر على عكس الآن الآن أنت في سلة ZX Panic Card تنشئ المتجر في أقل من ساعة ففي ذيك الأوقات في ذيك الرحلة صراحة كنا نتعب في التجارة الإلكترونية وكيف إنه العميل يتواصل معك إنستغرام ولازم دائما تكون على إنستغرام عشان ترد عليه ويحول لك الفلوس يعني رحلة طويلة فوقتها لما بدي أتعلم التجارة الإلكترونية أبحث في يوتيوب باللغة العربية كنت أجد فيديو مقطع واحد كان لي ما أزن الضراب اللي يعرف مؤسس Z كان في أظن زي مؤتمر أو شيء وكان بيتكلم عن التجارة الإلكترونية فقط لا غير ما كان إلا فيه هو يعني اللي كان يتكلم في هذا الموضوع ما كان هو بيتكلم في مثلا قناع اليوتيوب بيرشد الناس إنما هو كان فقط مؤتمر وأضم كلمة لمدة ساعة تكلم عن أساسيات التجارة الإلكترونية شوفي إلى الآن أنا ذاكر لكن بالقول الإنجليزية كان الكثير طبعا اليوتيوب مليان ودورات وتعلم وفي ناس كثير يعني بيشتغلوا في المجال هذا وأيضا في تسويق إلكتروني لما تكتب تسويق إلكتروني في ذيك الفترة ما في أحد مختص في هذا المجال فمثلا يكون واحد مصمم فالتصميم له علاقة بالسوشال ميديا فيتكلم في واحدة من حلقاته إنه يا جماعة أنت لازم يكون عندك تصميم كويس عشان يلفت انتباه الناس على السوشال ميديا فحتى في التسويق الإلكتروني ما كان في أحد بيتكلم فأنا شوفت هذه فجوة وقلت يلا كويس أنا شغال في المجال هذا خليني أصنع محتوى في هذا المجال ورحلة بدأت في صناعة المحتوى في 2016 على سناب شات بعد ذلك 2018 فتحت طناع اليوتيوب سحبت عليها فترة في 2017 بدأت بداية حقيقية وبعدين حتى إنستجرام وفيسبوك والتويتر وجميع وسائل التواصل الاجتماعي ففي الشباب ما كان في أحد كثير والآن الحمد لله بدأوا الناس يطلعوا بدأوا الشباب المتميزين في شباب كثير شباب عربي متميز الآن موجود في اليوتيوب وفي السوشال ميديا وبيعلموا الناس ويثقفوا الناس وأنا فخور بهذا الشيء صراحة وفي منهم حتى سبقوني بكثير ما شاء الله لك محتوىك مميز سهل صراحة أو دكتور سهل إن شاء الله واللي بيعجبني صراحة في محتوىك إنه هو بسيط وسهل ومش متكلف يعني إيه لو حرك مثلا عملت تجربة أو قصة نجاح جديدة أو مثلا في مكان معين على طول فك الكاميرا وتصور وتطلع محتوى بالشكل الكويس وفي نفس الوقت فيه قيمة وإفادة للناس طب بما إن حضرتك ذكرت متجر مختلف وتركزنا النهاردة في البودكاست على التجارة الإلكترونية فعايزين نعرف إيه هي التحديات اللي قبلتك في إنشاء متجارك الإلكتروني الأول يعني كان هو أكبر تحدي ليه ولأي أحد يدخل التجارة الإلكترونية دائما التحدي العظيم هو تحدي المنتج إنك إنت تلاقي المنتج المناسب اللي إنت تمقتنع فيه اشتريته وشعرت إنه ممكن الناس تشتري وتستفيد من هذا المنتج أعتقد هذه أكبر تحدي وأنا يعني أنا أول منتج بعت وقتها في 2016 كان ساعات خشبية إنه كل ساعة مختلفة وكان ترند وقتها بعدين الله ما أدري إيش كان كدخل في بعض الأشياء وكانت حاجات بسيطة يعني شخص بروح ماليزيا أجيب كده بضاعة وأنا جاي للسعودية أزور أهلي وأبيعها على الإستغرام فما كانت يعني عارف بداية قوية لكن البداية القوية كانت هو فعلا من متجر مختلف في نهاية 2018 بداية 2019 سوي الدكومنتري كامل على اليوتيوب عن الرحلة هذه لكن بإجابة على سؤالك أصعب حاجة هو إيجاد المنتج المناسب إذا وجدت المنتج المناسب مع التسويق الصحيح صدقني أنت على طول حتفجر الدنيا ومن أول بوست لك ومن أول حملة إعلانية حتبيع أما إذا وجدت المنتج المناسب لكن تسويقك كان ضعيف ما عرف كيف تسويق سواء بالمحتوى سواء بالتسويق عبر المشاهير سواء بالتسويق المدفوع إذا ما عرفت كده تفك الشفرة حقتها هذه يعني حتشتغل على الوردوف موت حتتعب في الوصول ولو لقيت منتج عادي جدا وإنت كنت فنان في التسويق وفاهم التسويق ممكن تبيع شوية في البداية بس بعدين ما حتستمر لأن المنافسة صعبة في السوق منتج مناسب يعني تكون فنان تسويق أنا داما أقولها بإذن الله حتكسر السوق وحترف على طول حينجح المتجر جميل أوي طيب إيه هي بقى مواصفات المنتج المناسب أو الوينر برودكت زي ما بديقولوا كده يعني في مرة يعني في عدد بالنسبة لي داما أقول كل برودكت أي منتج هو برودكت أي منتج هو منتج ممتاز ومناسب إذا وجدت الفئة المستادفة اللي تبغى هذا المنتج اليوم أنا ممكن أبيع سماعات هذا النوع من السماعات ممكن عاد في منافسين كثير في كذا إذا وجدت الفئة المستادفة اللي تشتري هذه السماعة وعرفت إيش اللي ينقص الناس في هذه السماعة وزودتها كقيمة إضافية أنا أقدر أبيع هذا المنتج وممكن يكون منتج منافس فأول حاجة بالنسبة لي اللي هو المشكلة اللي حلها هذا المنتج لفئتك المستادفة فتروح تشوف من هي فئة المستادفة إيش المشكلة اللي بيواجهوها حاليا خليني أجيب منتج يحل هذه المشكلة ناخد مثال عملي باوربانكس عندك باوربانك محمود الآن أكيد أشوف كده وريني هو بكاميرا عندك باوربانك طيب أنت ليش تشتري باوربانك يعني ليش عندك باوربانك طبيعة شغلي كده يعني تصوير بوعد على جهزة كتيرة فلازم معي باوربانك تستهلك الجوال بشكل كبير وبالتالي يومين تشحنوا أكثر من شحنة إيش المشكلة اللي تواجهها حاليا في الباوربانك الحالي وزنه كبير برضو ساعات الشحن بتعودش فترة كبيرة حلو فلو جبت لك بديل الآن إنه هو حاجة أخف كوزن وبنفس الوقت يشحن أطول هل هذا الشيء ممكن إنك إنت تشتريه؟ حكيت حلو ممتاز إذن الآن لو أنا بدي أبدأ تجارة كترونية حبحث عن حل هذه المشكلة طبعاً هو أتأكد إنه مو بس محمود عنده هذه المشكلة أروح أشوف أكثر من واحد بيستخدم باوربانك وأقول له هذه دراسة السوق على فكرة مبدعياً إنت من تشريك كبير عشان تعين ماكنزي تسوي لك دراسة للسوق إنت شركة ناشئة ترى واحدة من دراسات السوق اللي هو السيرفيز تسأل أصحابك البيئة اللي حواليك تروح للبيئة اللي حواليك تتكلمهم إيش عندك بوربانك إيوى إيش كيف لش استخدمه استخدمه عشان كذا 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 طب إيش المشكلة اللي تواجه فيها والله واجه هذه المشكلة طيب لو لقيت لهذا الحل اشتري هذا المونتج حيقول لك إيوى اشتري طبعاً كيف تحلت لي مشكلة فإذا عرف فئتك المستهدفة إيش المشكلة بيوجه عندك الحل هذا هو بالنسبة لي بيع شعطر انت سهل ما شاء الله عليك والله هو وانا بدأت بدأت رحلتي في التسويق وكشريك يعني حاجة عامة بدأتها في المبيعات وظيفتي كانت أول وظيفة لي كانت في مندوب مبيعات أون فيل يعني أنزل وأدور الناس وأقنعهم واشتري ولا تشتري وكانت في شركة تكيف يعني تكيف كود أبيع تكيف مركزي والمغايفات السبلت هذه فكان صعب أني تروح للمقاولين والمشاريع وفي الحر وفي السعودية تعرف دلشة الحرارة توصل ضحان خمسين فقالت هذه بدايتي وتعلمت هذه المهارة والحمد لله فادتني كثيرا جدا في مستقبلي لذلك دائما أنصح الشباب بل هو أصلا تاير مو عارف يشتغل دوبو خريجي جامعي أقول له أول حاجة تدور عليها رح أتعلم هذه المهارة المبيعات أتعلم المبيعات ليه؟ لأنه تعلمك المبيعات ميزة هذه الوظيفة تعلمك أكثر من مهارة في وقت واحد تعلمك التفاوت تعلمك مهارة التأثير تعلمك مهارة التواصل والبيع والإغلاق هذه أربع مهارات مو بس يحتاجها البائع إذا أنت سيئو تحتاج هذه المهارة إذا أنت تفتح شركة تحتاج هذه المهارة تبتتواصل مع الناس بشكل حياة يومية تقنعهم بأفكارك تبتتقنع أولادك بأفكارك تحتاج هذه المهارات تبتتقنع زوجتك بأفكارك تحتاج هذه المهارات فنحتاج هذه المهارات حتى في حياتنا اليومية وظيفة المبيعات من أجمل الوظائف وأكثر الوظائف اللي فادتني في مسعار المهني أكيد طبعا ننتقل من المبيعات ونرجع ثاني للمتاجر الإلكترونية أنا دلوقتي لقيت منتج ناجح المنتج ده فعلا في فئة مستهدفة محتاجة طيب عايز بقى أبدأ التجارة الإلكترونية بتاعتي أبدأ منين وأبدأ إزاي بعد منا لقيت المنتج الناجح لقيت المنتج الناجح خلاص تبدأ على طول تروح تنشئ متجرك الإلكتروني تقدر تروح على منصات زي سلة زب إكسباند كارد شابي فاي والمنصات كهيرة جدا تنشئ المتجر حقك تختار الدومين تأسس السوشال ميديا حقتك تسوي الهوية التجارية لا تروح تسميلي متجرك متجر أبو أحمد عارف لبيع الباوربانك ما يصير هذه حرقة كلب جيء قبل يومين لا خلاص أنت قررت أنك أنت تبيع هذا المنتج اللي يحل هذه المشكلة لازم تعامل الشركة حقتك إنها خلاص هي شركة هي متجهة إلى المليار بإذن الله سبحانه وتعالى فتبدأ يكون لهوية مناسبة اللوغو الاسم تختاره بحذر لا تطول في الرحلة هذه اختيار الاسم أهم شيء لا تسميه اسم سيء مرة ولا بنفس الوقت تقعد أربع خمسة شهور إيش الاسم اللي حدأ فيه واسمي فيه المتجر حقي يعني لا هو حاجة تبالغ فيها ولا حاجة أيضا تهملها الهوية حق الشركة الألوان التصميم كيف يطلع المتجر حقك لأنه حاليا محمود التجارة كترونية مختلفة عن قبل ثلاث سنوات شوف مش قبل عشر سنوات لا تجارتونية متجددة التنافس كبير في كل يوم ينزل لا يقل عن عن ثلاثمية إلى أربعمائة متجر جديد يوميا في السوق العربي فأنت كيف تبالتنافس هذه المتاجر كيف تبالتنافس المنافسين اللي موجودين واحدة من أهم الأشياء عشان تبني المصداقية وتبني الثقة هو المظهر حقك مش المظهر اللي أنت لا مظهر المتجر حقك مظهر السوشال ميديا حقتك فأحتم فيها أحتم في الهوية هذه أشتغل عليها أسسها حاول مثلا من ظن أكثر اللي يقعوا فيها التجار تلاقي اليوزر نيم حق التيك توك حقه ST7342 والإنستجرام BF5443 يعني عارف أن يديه سجيشن يروح يسويه لا حتى هذا مهم جدا رازم كله نفس الاسم حقك سميته مختلف رأس كله مختلف 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 وهذه من ظن الأشياء اللي تكون سيدرت لما أنت تبحث عن اسم المتجر حقك تشوف بذا السوشال ميديا متاحة ولا ما هي متاحة بالنسبة لليوزر تبعك الدومان نفس الشيء يكون نفس الحاجة نفس هذه كل أشياء ترتبني مصداقية يمكن تظن أنها هي حاجة بسيطة بس بقى لو تبدأ رحلتك حتشوف أن المصداقية والثقة لدى العميل هي أهم حاجة عشان يقنع العميل هو يشتري منك تفعل الأدوات الترويجية الأدوات التي ترفع المصداقية مثل الدفع عند الاستلام إذا أنت في عندك سجل تجاري حط سجل تجاري ورقم سجل تجاري على المتجر حقك لكي أننا سيعرفوا أنك أنت شركة أسسة مسجلة أيضا ما أنت واحد يمكن تنصب عليهم فهذه كلها تبني مصداقية وتبني ثقة فالخطوة الثانية تأسس التأسيس هوية المتجر تبني صور المنتجات الصفحات التي ستبدأ فيها سواء أن تبدأ في انستجرام أو فيسبوك أو تيك توك لو مثلا حبيت تبدأ بس انستجرام بس على الأقل أحجز تيك توك وأحجز فيسبوك وأحجز تويتر وأحجز كل هذه أنت ما تعرف المستقبل وين يوديك يمكن تضرب كده وتصير انترناشتن وتحتاج تويتر عشان تبيع في السعودية والعكس ممكن تحتاج فيسبوك عشان تبيع في مصر جميل أول طيب المصداقية والثقة بتأتي من أولا من اختار منتج ناجح ثانيا الاهتمام بالتفاصيل الأولية للمتجر من اسمه مميز التصوير منتجات الاهتمام بالتصميم بتاع المتجر أن انت تتعب شوية عشان زي المسألنا بيقول الانطباع الأول بيدوم صحيح طيب بعد كده بقى تسويق المتجر ده إيه الحد الأدنى في التسويق يعني أنا مثلا هل دلوقتي أتعامل مع شركة تسويق ولا أسوأ بنفسي ولا أشوف فريلانسر وقت نظر حضرتك إيه في الموضوع ده أو يشوف أكبر خطأ تقع فيه إنك إنت تروح تجيب شركة تسويق إذا كنت مبتدئ في تجارة تونية وبالذات لو ميزانيتك محدودة مع أنه أنا عندي شركة تسويق أقول للناس لا تجوا ليش شركة التسويق يا جماعة عشان الناس تفهم هو ما بنى الشركة علشان متجرك أنت هو عشان يربح لازم يكون عنده لا يقل عن مثلا 20 شركة 15 شركة حلو والفريق عنده الموظفة اللي بيشتغل على المتجر حقك هو مو شغال لك أنت بس مستحيل إنه هو يطلع راتبه هو لازم يشتغل يكون أكتاونت منجر لثلاثة إلى أربع حسابات على الأقل فتركيزه ما هو معاك 100% هو يعطيك كل يوم من وقته ساعتين فقط لا غير طيب أنت شخص مبتدئ نفرض حتى لو ميزانيتك ما هي محدودة إذا الشخص مبتدئ وهذه شركة ناشئة وحتى صغيرة أبني فريقك وظف ولا تروح لفريلانسر إذا كان عندك ميزانية أنا أتكلم أنا أتكلم ميزانية يعني نتكلم عن خمسة آلاف إلى عشرة آلاف رواتب لقسم التسويق بالريال السعودي بالدولار نتكلم عن ألف وخمسمائة دولار فما فوق إذا عندك ميزانية ألف وخمسمائة دولار تبدأ بكاتب محتوى تبدأ بمصمم ويكون كويس لو كان مصمم وفيديوغرافر بنفس الوقت حاجة كويسة إذا قدرت وتلاقي فيه منهم وبرضو لو كان مصمم مو بس صور صور وفيديوهات برضو حاجة ممتازة رائعة يختصر عليه الموظفين هذا الشخص إذا ما لقيته أنت تحتاج كاتب محتوى مصمم صور مصمم فيديوهات مخرج فيديوهات و أكاونت مانيجر ممكن إذا تكون الأكاونت مانيجر أو ممكن كاتب المحتوى يكون الأكاونت مانيجر اللي هو الشخص اللي يسوي البوست ينزل البوست يرد على الناس على الخاص يرد يرفع التفاعل على الستوري يسوي على الستوري والمصمم اللي يصمم لك البوستات حقتك واللي يصانع الفيديوهات واللي يصور لك الفيديوهات لأنه الآن الإستجرام والسوشي ميدا كلها أصبحت فيديو إنستجرام فيسبوك تيك توك كل عبارة عن فيديو فتحتاج فيديوغرافر هذول الثلاث موظفين كبداية تبدأ فيهم والرابع ممكن تاخده فريلانسر ممكن توظفه عندك اللي هو الشخص اللي يطلق لك الحملات الترويجية هذا الشخص الخبير في هذا المجال يطلق حملات عبر الفيسبوك حسب بالتفاهم عبر الفيسبوك اللي هو ميتا فيسبوك انستجرام وواتساب أو يكون سناب شات وتيك توك فانت تحاول تتحرى خبرته بحيث هو يشتغل على هذا الامر طيب هتقول لي سهل أنا ما عندي هذه الميزانية يمكن ما اقدر ابدأ واجيب واوظف ايش اسوي عندك خيار اللي هو عندك تتعلم انت وتستثمر في نفسك هذه المهارة طبعا انت ما هتستثمر في نفسك وتعلم تصميم وتتعلم فيديوغرافي تتعلم انتاج وكتابة محتوى هذه مهارات يعني مرة كل وحدة لها مجال وصعبة وطويلة تحتاج لها مسار مهني فيها لكن انت تشوف المهارات اللي هي اقدر اتعلمها بشكل اسرع وما هي مهارة ما شوفها مهارة صعبة زي مثلا كتابة المحتوى تقدر تعلمها انت تكتب محتوى لمتجرك لمنتجك ما في احد يقدر يوصف متجك اكثر منك انت وتقدر تتعلم المهارة اللي اقل منها اللي هو اطلاق الحملات الترويجية في البداية تشوفها ماثماتيك صعبة جدا بس هي درم مرة حاجة بسيطة وستيبس عبارة خطوات حاجة اسم الحملة كم الميزانية مين الفئة اللي بستهدفها ايش المحتوى الاعلاني منزلها فهذه المهارتين ما شوفها كومبليكس ما شوفها معقدة ممكن انت تشتغل عليها التصميم هنا ممكن وقتها تتعامل مع فريلانسر انه انت ما عندك تدفع بناء على الراتب فالتصميم والفيديوغرافي ممكن ايضا تشوف فريلانسر كل فيديو يسوي لك عليه تعطيه مبلغ معين كيف الاقي فريلانسر هذولا عاد هذا حاجة ايضا ما هي صعبة مواقع كثيرة اوبورك خمسات مستقل تبحث على السوشال ميديا بتبحث في الانستجرام عنهم حيبدأوا يشوك لما انت تأسس شركتك هما الوحدة ويبدأوا يتواصل معك اه تبقى فيديوهات تبقى محتوى تبقى كذا فتقدر تلاقيهم وتتعامل معهم بحبة جميل اوي طب ننتقل بقى من تسويل متاجر الالكترونية لشركات الشحن والتعامل معها انا اذكر قصة مع احد التجار الكبار اه هو ما شاء الله عنده مصنع احذية وشغال في مجال الملابس فا وبيبيع اولاين بشكل كبير بس وقف بيع الاولاين فقولي ليه قال لنا في مجال الاحذية المرتجعات كتيرة جدا شركات الشحن تعباني فعشان كده وقفت ايه البيع اولاين فعايز اسأل حضرتك بما ان انت اشتاع صاحب متاجر اه كتيرة وبرضو شغال بتسوى المتاجر كتير موضوع شركات الشحن من خلال تجارب وخبرات حضرتك اه ازاي التعامل يكون معاها من اول يوم شوف ولا او شي اتمنى يكون صاحبك ان انت القرار اللي اتخذته هو اسوأ قرار اتخذته في البيزنس تبعك اني اوجف قناة بيعية عشان امر بسيط بالنسبة لي مشكلة بسيطة وتحدث مع كل تاجر في العالم حتى امازون ونون المشاكل اللي مر فيها هذا حتحدث مع مشاكل مرتجعات انه ما بيتصلوا على العميل اكثر من بره عشان ياخدها مشكلة اللي هو ممكن يضيع منتج عادي جدا مشكلة ايش كمان عندهم مشاكل شركات الشحن انه يوصل مثل لو كان منتجين ممكن يوصل منتج اليوم واليوم الثاني يوصله المتبقي من الطلبية التأخير في التوصيل هذي كلها مشاكل كل الشركات يعني تمر بها الفكرة انه كم حجم المشاكل من حجميش البيع حقي لو مشاكلي مثلا انا كل يوم اطلع مية طلبية مشاكل عبارة عن خلص طلبيات اربع طلبيات في اليوم ما تجاوز خمسة بالمئة ما هو البيع الالكتروني ما هو زي البيع التقليلي اكيد انت كصاحب معال يجي الشخص بيشتري حياخد معالك الاشتراه ويمشي فانت ما عمرك وقعت انه في مشكلة بالتوصيل لو انت عمرك ما وصلت فلما يدخل يبدأ الى عالم التوصيل ويشوف كل يوم بيطلع مية طلب ويرجع عشر طلبات يحس انه خلل كبير لا اوان عايزة وقفها وعايزة لا ليه اما لو ارتفعت النسبة هذه وصلت الى ثلاثين بالمئة اربعين بالمئة لا هذه مشكلة كبيرة وحقيقية ولا حتى اشوف اكتر من عشرة بالمئة واشتراك مع شركات الشحن اول شي تسوي تغير شركة الشحن شفتك شركة شحن اخرى يعني ماكسيمم اخطاء انا ما اسمح باخطاء اكثر من خمسة بالمئة كحد اقصى هذا اقول لك ياه طبعا ما اعرف عندكم بمصر كيف الوضع انا صراحة ما اعرف الستوائش عندكم كيف لكن في السعودية عندنا اغلب الاخطاء تكون واحد بالمئة انين بالمئة واحد ونص بالمئة من طلباتك اما ترجع يعني ما تسلم بشكل صحيح تأخرت بالطلبية فكل مئة طلبية يجينا عميلين يقولوا اه ليش تأخرتوا ليش تأخرتوا هذه ما هي مشكلة يعني نقدر نتحملها لكن كان في شركة كنت عاملنا معها خمسين بالمئة من الطلبات كلها متأخرة او توصل على دفعتين يعني مثلا لو واحد طلب حذاءين الله يكرمك يوصولوا حذاء والحذاء التاني تاني يوم على طول غيرناها بالنسبة المرتجعات اذا كان دفع عند الاستلام ويجيك مرتجعات باستمرار المرتجعات الى انا اشوف الى عشرة بالمئة عادي جدا الطبيعي هذا انه انت لو فعلت حاجة يسمى دفع عند الاستلام ووصلت مئة طلبة رجعوا عشرة طلبات هذا عادي جدا لا تستعب طبيعي هذا الشيء الفكرة كيف تتفاوم مع شركة الشحن انه المرتجع هذا يكون ببلاش ما ياخدوا عليه مبلغ اذا قدرت تسوي هذا الامور وموجودة الان هذا الشدمة في معظم الشركات الشحن بيقول خلاص المرتجع مدام ما اخدوا فاحنا ما نشرجك على المرتجع بس فقط على التوصيل هذا بالنسبة لشركات الشحن ومشاكلها بس ما اعتقدنا فيها مشاكل كثيرة الا اذا في عند مشاكل ما انا ما اعرفها عندكم فامكن يعني حضرتك يعني توضح هذا الشيء لهم جميل جدا طيب ننتقل من شركات الشحن لاخر حاجة في المتاجر الالكترونية والمايك بقى مع حضرتك نصايح غالية للناس اللي عايزة تبدأ تجارة الالكترونية ولسه ما بدأتش لحد دلوقتي ومعتمدة على التجارة التقليدية شوفوا محمود اللي ما بدأ تجارة اصلا بشكل عام سواء الالكترونية او تجارة تقليدية هذا بالنسبة لي اهون بألف مرة يعني ما مع نصائح له حسب يعني هنا نصائح تختلف على حسب رغبة وعلى حسب كذا على حسب همة وعلى حسب اذا الشخص يتحمل الضغط ولا ما يتحمل الضغط فما عندي نصائح او عندي نصائح له لكن خليها دي على جنب خليها بعدين ماذا لذا نتطرق لها ولا لا الشخص اللي انا ازعل منه بشكل كبير عندك محل تجارة قاعد تبيع ما اي كان قاعد تبيع كفرات جوالات في مول انت كده عندك كشك بسيط صغير قد كده بتبيع كفرات وبتبيع بطاريات وبتبيع اي حاجة انت ما عندك متجر الالكتروني ولا عندك صفحة الانستغرام ولا عندك على الفيسبوك او تيك توك وما بتسوق اونلاين انت قاعد تخسر شريحة كبيرة جدا 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 من عملائك بدون ما تعرف حتى ولو كانت مبيعاتك رابحة يعني مثال انت عندك كشك في مول مستأجره او محل تجاري كبير وبتبيع بالشهر بمليون بمليون ريال او مليون دولار او مليون جنيه بغضل العملة وبتربح وامورك تمام وعسل وفل الفل حاب اقول لك انو اذا انت ما عندك متجر الالكتروني انا متأكد انك تضيعت على الاقل زيادة في مبيعاتك عشرين لثلاثين بالمئة هذه على الاقل انا اعطيك هي طيب ليه لانو اشتري اضاءة اضاءة للبيت عندي واحدة من اللمبات زوجتي كانت خربت فممكن تمر الكهربائي تشتريها انا هذا الكلام له اسبوعين انا الى اليوم ما مريت ولكن لو طنعني اعلان بهذه الاضاءة نفسها او شفت صفحة على السوشي ميديا اثناء تقلق وشوف عندهم هذي حطلبها مباشرة فانت لما بتسوق بالثلاثة الشخصة اللي بتسوق وبتعلن عن منتجاتك او عن خدماتك وتعالوا زورونا في الموقع الفلاني اذا كان في مجال ان هو مو لازم يجي زورك عشان يشتري هو يقدر يشتري من المتجر الالكتروني او من صفحتك الانستجرام وانت مقفل هذا الامر فانت قاعد تخسر عملائك حتى لو كنت شركة رابحة والاسوء من ذلك لو كان خسران يعني اتعب نفسه وفتح محل تجاري في مول وسواله ديكور وقاب منتجات وإلى آخره وسبح الله اللوكيشن ممكن ما توفق فيه بشكل كبير وما بيخسر شهريا 20-30% وما بيتحرك تجاه البيع الالكتروني طب انت اصلا خسران اصلا عملاء ما بيدخلوا لك على المحل جالس ما عندك شي على مقضيها طول اليوم على التيك توك وكذا تستنى يا رب يجي وتدعي يا رب يجي يا رب يجي لو تحول هذا الدعاء الى عمل واثناء عملك تفتح مجر الالكتروني على الابتوب اللي موجود قدامك انت جالس في الاستقبال تستنى الشخص يجي لابتوب قدامك فتحت المتجر فتحت الصفحة اوكي الامور تمام حطت المنتجات نزلتها كلها وروحت فتحت التك توك تبعك وبدأت تصور يا جماعة شوف هذا وروحت ابعت انت فاضي انت ما عندك شي انت خسرانه فلو بدلت هذا الجهد وبدلت هذا العمل ودعيت الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والرزق صدقني حينعكس على المتجر التوني بإذن الله سبحانه وتعالى وتبدأ تشوف دقيقة شوية هلش هدفع هذا الايجار اذا انا بحقق هذه المبيعات او عادي تسيبه المحال التجاري يمكن ينمو اكثر مع نمو متجرك الالكتروني ويصير عندك قناتين للبيع فنصيحة له ان انت قاعد تخسر لوم انت فاتح متجر الالكتروني او منك قاعد تبيع منتجاتك الالكترونيا اي جميل اوي يعني التجارة الالكترونية صناعة بتنمو ولازم اي حد عنده محل وعنده نشاطه جاري يبدأ ينتقل للتجارة الالكترونية سريعا عشان هو بيخسر الفرصة البديلة ننتقل من الجزئية ديت لجزئية كتابة المحتوى كتابة المحتوى في التجارة الالكترونية ده موضوع مهم وكتير جدا من الناس مش بيهتم به الناس كلها مفكره ان التسويق الالكتروني قايم على الاعلانات المولة فقط وبينسوا وبيغفلوا عن جانب مهم كتابة المحتوى بيل جيتس قال المحتوى هو الملك المحتوى هو الاساس محتوى لو تعمل كويس ممكن تعمل منه حاجات كتيرة جدا الفيديو على سبيل المثال اللي احنا بنتشرف بيه مع دكتور سهل الفيديو دوت لو تصور بطريقة كويسة والصوت كويس يقدر مثلا يترفع باللقاء كامل على اليوتيوب يتسجل على الساوند كلاود على ابل بودكاست حد يفرغه يكتبه في مقالة يتعمل في كتاب صغير فالمحتوى كنز كتير جدا من الناس لا تقدر ثمنه خليكم معنا بعض الفاصل هنتكلم على كتابة المحتوى للمتاجر الالكترونية مع دكتور سهل مهدي وتعنا لكم بعض الفاصل مع دكتور سهل مهدي وأصرار التسويق للمتاجر الالكترونية هنتكلم دلوقتي على التسويق بالمحتوى أو الكونتينت ماركتنج للمتاجر الالكترونية في رأيي حضرتك يا دكتور سهر إيه هي الأساسيات اللي نقدر أبدأ فيها في تسويل المحتوى بالنسبة لما تقرأ شوف يعني أنت بذكرت في المقدمة قبل الفاصل كنت تتكلم عن أنه هذا أمر يجهل كثير من الناس اللي يبدأوا ومو بس كده ما يعطيه الأهمية كل اللي يظن أنه بيسويه اللي هو خلاص يحط صورة المنتج الباوربانك اللي هو حيجيبه ويحط السعر جنبه ويطلق إعلان وكذا إن شاء الله ينجح وهذه حقيقة في ظل التنافس الكبير في الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والناشئة ونظرا لسهولة هذا الأمر أي أحد يقدر يطلق أي إعلان بالنزانية تبدأ من خمسة وعشرة دولار وبالتالي التنافس على فئتك المستادة فتكون عالية يعني مثلا جوالك معاك محمود آه مغود طيب خذ الجوال وافتح مثلا إنستغرام حلو حتى المشاهدين اللي معنا أنا إنتظنا على بودكاست إذا ما كنت بتسوق طبعا أو وقف على جنب خذ جوالك وافتح على إنستغرام كمثال أو حتى لو حبيت تفتح تيك توك أيا كان فدحته الآن صح روح على الهوم اللي هو الفيد اللي هو تقدر تبدأ تقلب في الفيد حلو حتقلب تقلب تشوف خلال الدقيقة دي اللي منقلب فيها كم إعلان سبونسر دي ظل أهو أنا طلع لي أول إعلان بيم دابليو حلو حقلب 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 خلال دقيقة واحدة شوف أهو أنا بأقلب بأشوف كم إعلان حيطلع لي أثناء ما أنا بأتكلم معاك في خلال هذه الدقيقة وكلكم شوف كم إعلان حيطلع لك في هذه فأهو هذا إعلان هذا ثاني إعلان طلع لي أوكي أنزل 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 بأشوف أنا وأنت فرحان كده وبتألب في السوشال ميديا أهض في إعلان لا ما في ما في مش إعلان مش إعلان مش إعلان أوكي أوكي لسه أمور تمام أهو تالت إعلان بلوم هوم فأنا في خلال أقل من دقيقة طلع لي ثلاثة إعلانات حاطيك حاجة الآن لو ضغط على واحد منهم مثل زي هذا بلومر هوم أظن شكله أحد بيسوق لمتجات للمنزل لو ضغط على الرابط وفتحت الرابط بعدها بعد خلال مثلا أقل من نتكلم عن ربع ساعة حتلاقي أنه تكثر الإعلانات حيصير كل دقيقة بدل ما تشوف ثلاثة إعلانات حيصيروا ستة إعلانات لأنه أنت عميل محتمل وحتبدأ تشوف إعلانات لها علاقة بالأنترس بالشيء اللي يضغطوا بممكن تسوي التجربة هذا طيب هذا إيش له علاقة في صناعة المحتوى أي أنه يا عزيزي لما تطلق حملة إعلانية تذكر أنه أنت منت الوحيد في الفيسبوك ولا انستجرام ولا تكتوك قاعد يطلق حملة إعلانية في دراسة قرأتها من سنة تقريبا أو سنتين أكثر من سنتين قرأت هذه الدراسة الشخص الواحد يتعرض يوميا إلى أربعين إعلان فقط على الإنستجرام أربعين أربعين إعلان فقط على الإنستجرام يعني أنت لو هو الدراسة تدرسوا على الإنستجرام لو أنت تقضي كل يوم ساعتين على الإنستا ثلاث ساعات على التك توك ساعة على الفيسبوك يترى أنت كم إعلان ستتعرض يوميا قد تصل إلى أكثر من أربعين إعلان جميل جدا ومو بس كده الأربعين إعلان ما هم أربعين إعلان عشوائية في الدراسة سبعين بالمئة من الإعلانات هذه اللي طلعت لك من الأربعين إعلان هي إعلانات مستهدفة أي أنه أنت عندك اهتمام في واحد من هذه المنتجات فمثلا أنت لاحظ لو تكلمنا الآن وقلنا أنا باشتري قهوة وأحب القهوة ومنتجات القهوة وقهوة وبحثت عن مكينة قهوة أو وين تشرب قهوة حتلاقي أنه اليوم كله واليوم اللي بعده بالذات لو تفاعلت مع أي إعلان له علاقة بالقهوة حتشوف أنه طول الفترة هذه معظم الإعلانات اللي حتطلع لك لها علاقة بالقهوة فلما تطلق حملة إعلانية وأنا أعرف أنه في عدة شركات قاعدين يطلقوا لنفس فئة المستهدفة يبيعوا منتجات مشابهة ومنتجات منافسة لمنتجاتي فأنا عشان ألفت انتباهه يضغطني أنا ويتجول في متجري أنا مش الأربعين الإعلانة الباقية اللي حيلفت انتباهه مش الشخص اللي كيف الطريقة اللي أعلنت فيها من خلال الميتة ما هي الخطوات اللي حيلفت انتباهه أمرين المحتوى أول شيء المحتوى ثاني شيء اخراج المحتوى تصميم وسواء كان فيديو أو أي إلى آخرين فالرسالة أول ثم كيف خرجت هذه الرسالة كيف لفنت الاتباه فإذا ما تنميل في المحتوى الإعلاني المحتوى اللي هيقرأ العميل أول ما يشوف إعلانك عشان وأول ثلاث ثواني لو كان فيديو عندك أول ثلاث ثواني عشان تلفل ويوقف ويشوف إعلانك عشان يضغط إعلانك هذا المهم فلازم تهتم في صناعة المحتوى لازم تتعلم أنه على المحتوى في محتوى يزيد مبيعات في محتوى يزيد متابعين في محتوى يساعد في زيادة المبيعات اللي هو النوع نسميه محتوى تسويقي محتوى إعلاني محتوى تسويقي محتوى قيمي فالمحتوى الإعلاني هو المحتوى اللي يظهر فائد هذا المنتج المحتوى التسويقي اللي يتكلم عن عن مميزات هذا المنتج إيش المميزات اللي فيه فأنا لما أعلن عن الباوربانك حقي في المحتوى الإعلاني ما أقول الباوربانك حقي فيه أربعين ألف أشي يسموه أربعين القوة حقته أربعين ألف أمبير ما حقول هذا الكلام حقول له الباوربانك حقي يشحلك جوالك ستة مرات في اليوم هذا هو المحتوى الإعلاني إيش الفائدة منه كيف أصيغها كيف أكتبها كيف ألفت انتباهه هذه هي صناعة المحتوى نتكلم أنا أعطيتك وهي كده ببريف بسيط سريع طيب أزيد عدد متابعيني المحتوى الإعلاني ما حيزيدك على متابعينك حيزيد عدد مبيعاتك طيب كيف أزيد عدد المتابعين هنا يتكلم عن المحتوى القيمة إيش القيمة اللي تضيفها لمتابعك عشان أنا أتابعك أوكي أنا اشتريت منك هذا الشيء ممكن أشتري منك وما أتابعك أنت الآن تشتري من أمازون أنا متأكد ممكن أشتريت من أمازون ما أدري في مصر إيش عندكم كده يعني ماركتبليس كبيرة غير أمازون عندكم أمازون موجود موجود أمازون نون جومية بس أتحداك لو أنت متابع أمازون لا موجود متابع لأن أنا أغلب وقتي أصلا أغلب وقتي مسلا أسافر دوحة السعودية كده يعني مو بس أنت بتكلم أنا بتكلم كل اللي بيشتروا من أمازون أنا متأكد 90% منهم ما يتابعوا أمازون على الإستجرام ما يتابعوا ويشوكوا لنا ليش طبعا طب ليس أسهل لأنه أمازون ما اشتغلت بشكل كبير جدا على المحتوى القيم اللي تخليني أتابعه لأنه في حاجة مرة حاجة مختلفة مع بعض هل يعني أنه أمازون مبيعاتها متدنية لا لا ما هي متدنية هم بيبيعوا أمورهم تنمى وبالمليارات بتبيع بس هذا لا يعني أنه عدد متابعينهم أيضا بالمليارات لا هم ما هم الأكثر متابع على إنستجرام ولا تيك تيك ولا فيسبوك فلكل هدف اللي تبغى فيه نوع منواع المحتوى والله محتوى بعز التواصل مع عميلي بعز الولاء مع عميلي هذا له محتوى آخر فالموضوع ما هو عشوائي حقيقة ما يحق أمر عشوائي يلا أنا حبدأ أفتح متجر وحط البوست حط صورة هذا والانتوشن حقتي هي اللي تشتغل عارف أغلب الناس يصنعوا محتوى يصنعوا محتوى بناء على إحساسه أحس لو أنا قلت له هتشح جوالك ستة مرات هتبيع ويبدأ يشتغل هذا الموضوع وممكن يضرب معك وصح وهذا ما هو حاجة غلط على فكر حتى في دراسة برضو خلاتها من سنتين يقول لك عشان تجد المنتج المناسب في دراسة للسوق وفي دراسة جدوة وأرقام وإلى آخر لكن 70% من رواد الأعمال وجدوا منتجهم المناسب أو أسس جركتهم المناسب بناء على الانتوشن تبعه وعلى إحساسه هو حس إنه ده المنتج حينجح معه لا دراسة ولا أرقام فبرضو الانتوشن ليست هذا ما حاجة نقلل فيها فما بالك لو اشتغلنا مع انتوشن وإحساس زائد علم ومعرفة ودرست الموضوع على دراسة لذلك أنصحت إنك تشتغل تدرس المحتوى تعرف كيف أنواع المحتوى أشكال المحتوى وكيف يسوي في هذا المحتوى طب جميل الناس فعلا الفترة الأخيرة آخر سنة سنتين بدأ يكون فيه وعي شوية بصناعة المحتوى إنهم يهتموا بصفحاتهم وإنهم يقدموا محتوى قيمي محتوى تعليم محتوى يفيد الناس طيب يبدأ منين يعني هل ممكن نعمل رود ماب كده أو خريطة بسيطة إن أنت مثلا عشان تبدأ تعمل صناعة محتوى لصفحتك لازم تعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة شوف بالنسبة لصناعة المحتوى أو شي إحنا ما نصنع محتوى للشركات إحنا ما نصنع محتوى فقط عشان يتابعنا نصنع محتوى عشان يزيد مبيعاتنا هذه لازم حاجة مهمة جدا فإنت المحتوى تبعك أساسك وتركيزك و70% من محتوى لازم يكون له علاقة بزيادة المبيعات إيش المحتوى اللي يخليه يضغط ويروح للمتجر حقي عشان يشتري فلما تركيزي هنا أو 70% من تركيزي هنا لازم أبدأ مثلا إيش أسوي يعني المنموم أول حدث سويها أحضر دورة في صناعة المحتوى سيمبل يا أخي أقرأ في أنواع المحتوى التسويقي صناعة المحتوى التسويقي طبعا صناعة المحتوى على فكرة ما هو حاجة جديدة نشأت مع السوشيال ميديا هي قبل كان في تلفزيونات كان في راديو قبل التلفزيون كان في جرائد قبل الراديو فصناعة المحتوى هو تلاقي فيها كتب بتلاقي فيها دورات تدريبية حاليا بتلاقي فيها يوتيوب أنا أعتقد سويت أكثر من حلقة لصناعة المحتوى أو كتابة المحتوى التسويقي وفي دورات تدريبية أختصر أنا دم أحب أختصر إذا عندك فلوس تحضر فيها دورة يعني أختصر واحد خذ لك يعني روح شوف لك أحد يحضر معه دورة لا ما تحضر دورة عادي جدا ما عندك فلوس ميزانيتك محدودة الإنترنت مجانا أبدأ أبحث في هذا الأمر إيش المحتوى اللي أشتغله كيف أكتب المحتوى إيش الكلمات اللي تجذب الانتباع إيش الكول تو أكشن إيش يعني كول تو أكشن طيب كول تو أكشن أشتري الآن لا في طرق أفضل في كتابة المحتوى أساليب في كتابة المحتوى كلمات ممكن أستخدمها في كتابة المحتوى ما أستخدمها هذا الميليموم اللي تسويه من وجهة نظري بعد ذلك العمل العمل لأن العمل يعلمك أيضا فقط الكتب والدورات هذه تعطيك البداية تعطيك التأسيس بعد هذا هو البراتيس حقك فتشوف لما انكتبت بهذه الطريقة جابت نتيجة لما نسوي التست خلينا نعطيك مثال على التستات اللي نسويها لنختبر المحتوى حقنا اللي على صفحة الهبوط كويس ولا لا عشان بس الناس تفهم اش يعني صفحة هبوط هي الصفحة التي هبط عليها العميل لشراء المنتج. فهذه هي صفحة الهبوط. ان شاء الله تعريف ذاوس السهل صراحة. على الناس بتعرفها صفحة الهبوط. انا اتذكر لما كنت ابحث لاندينج بيج. ايش يعني لاندينج بيج. وصفحة هبوط احس في حاجة كده مختلفة. هي صفحة المنتج. او الصفحة التي يهبط عليها العميل حتى لو كان سلعة او خدمة بغض النظر. ولما اتكلمنا لما اقول لكم منتج يعني سلعة او خدمة. مو شرط سلعة دائما. التجارة الالكترونية ترى خدمات. وانا ببيع منتجات رقمية. وببيع دورات. وببيع استشارات. كنت في الزمان. فهذه تجارة الالكترونية بس في قسم الخدمات. وانبيع تسويق الالكتروني. هذا خدمات. وبنفس الوقت في سلعة. حلما نقول منتج هي تشمل اثنين. حلو. واحدة من التسات التي نسويها لصفحات الهبوط في الكتابة حقتنا. لمنتج. اي منتج افترناه. اي سلعة. اي خدمة. اعلان واحد. الرسالة واحدة. لكن نسوي صفحة الهبوط. نسوي صفحتين. ننسخها. واحدة نبدأ بها بشكل معين. نحط النقاط اول شيء. نغير بعض الكلمات. الكولتو اكشن نخليه مبكر. مش في الاخير. نخلي اثنين كولتو اكشن. والثانية نسوي نفس الشيء. والله نبدأ. نقول لا. ما نبقى نخلي كولتو اكشن فيها. خليه اخر شيء. خليه يقرأ. انا ابغى. ما ابغى ليسجل معي. ما ابغى ليسجل معي. مو فهم ايش المنتج حقي. او السلعة اللي بياخدها. فأبقى خلي الكولتو اكشن متأخر. اشوف ايش هيصير. واختبر ما بينهم. بالذات لو كان lead generation. لو كان الحملة اللي هي انه اخد ايميلات ناس. واذكر مرة كنت شغال مع شركة طبية. كنا مسكينة بالتسويق حقهم. فكانوا يبيعوا. يعني عندهم خدمات برا كثيرة تجميلية. اللي هو تركيبات الاسنان. ابتسامة هوليوود. الليزق حقها. هذا زراعة شعار ما عرف ايه. ففي هذه الخدمات. هذه المنتجات. بيعها ما يكون الكتروني. ما حد يروح. يحجز تقويم قيمة وعشرة الاف ريال. يشتريه اونلاين. فهو لازم يكون في تأهيل للعميل. لازم يكون في تواصل عبر الهاتف. يجي ميتينج عند الدكتور عشان يشتريه. فواحدة من الاشياء اللي يكون نسويها. اختبار عشان نشوف. ايش الصفحة اللي تجيب لنا. الليد اكثر من الصفحة الثانية. فنسوي اعلان واحد. يروح. جزء الفيسبوك او الميتا. كان يودى جزء للصفحة هذه. ويودى جزء للصفحة هذه. فهي نختبر انه. الليد حقنا. الكواليتي في هذه الصفحة. ناس كثير سجلوا ما يعرفوا الخدمة. ليش? لانه كان الكولتو اكشن مبكر. كان انه سجل الان وحط ايميلك مبكر في الصفحة فوق. بس كانت تجيب ليدز مرة كثيرة. مثلا نقول مية ليد. لكل مثلا مية ريال. الصفحة الثانية تجيب لنا عشرين ليد. لكل مية ريال. لكن الليد اللي هنا لانه حطينا الكولتو اكشن مؤخر. فهو اخذ من وقته وقرأ. لكواليتي يحبه اعلى. فهنا. فهذا الشيء في كله ايش. مش تصميم. هو محتوى. ترتيب المحتوى. وكيف. ما ايش الكلمات اللي استخدمها. عشان اقنع العميل انه يشتري. ففعلا هي. هي مهارة. انا اشوف ان لازم يتعلمها. اي. مسوق الالكتروني. او صاحب شركة. او صاحب متجر. عشان يجذب في عميله. ويقدر يحقق مبيعات اعلى. وينافس المنافسين ايضا. وانا شوف انه. صناعة المحتوى. التسويق الالكتروني. ومهارة التسويق الالكتروني. والتسويق بحد ذاته هي ميزة تنافسية. انا مس كنت بتكلم مع ثابت في الموضوع هذا. كنت بقول له. شركات كثيرة عندها ممتجات. انا ارى منان على خبرتي. انها ناجحة جدا. لكن ما يعرف يوصل للعميل. ما يعرف. ما يفي سوق. ابدا. صفر. وشركات اخرى. عندها ممتج كويس. لكن خبرتهم عالية جدا في الوصول للعميل. وخبرتهم كويسة في تسويق الالكتروني. قاعد ينجح. فاليوم الآن احنا في عصر. زمان كانت الميزة التنافسية. والله بسوي ميزة تنافسية. واحدة من الميزة التنافسية حقتي في الشركة حقتي. انه انا والله خدمة عملاء عندي كويسة. انا والله ميزة تنافسية سعري اقل. انا ميزة تنافسية اخدمك ما بعد البيع. اليوم. انا ميزة تنافسية. تنافسية. اني انا اقدر اوصل لك. انا اعرف اوصل لك. هذه ميزة. فلما تدور مستثمرين كنا قاعدين ندور مستثمرين. فكنا بنجيب مستثمر اللي يعرف يوصلنا. يكون عنده ميزة. هذه ميزة اللي احنا بنعرف نوصل للناس. فهذه ميزة حقيقية. وكان في تنافس ما بين شركة وشركة وإلى آخرية. فقد بقلوا انه ديقة شوية. احنا نقدر ننجح. مع انهما اكثر تقنيا هما علميا وتقنيا افضل مننا. بس احنا نقدر نوصل للعميل. لذلك احنا نقدر ننجح اسرع منهم. في اليوم هذه المهارة. هذه التسويق الالكتروني. بما يخص فيها صناعة المحتوى. الكتابة. الاطلاق الحملات الترويجية. الانواع المحتوى القيمي. المحتوى القيمي. كيف تنشئ المحتوى القيمي. وكيف تكون عدد المتابعين. كيف توصل لعميلك. كيف تخدمه اونلاين. كيف تسوي انتجريشن. ما بين الانستجرام والواتساب. وما بين اللي ما بعد البيع مثلا. كيف تجيله الرسائل. لما نشترى منك. ولما نتواصل مع اكتر. هذه ميزة حقيقية. اليوم اصبحت ميزة عفوسية. عشان تنجح شركتك. لا لا بصراحة احييك. ما شاء الله يعني. اجابة قوية. ومن صانع محتوى حقيقي يعني. اه. لا صناعات المحتوى صناعة قوية جدا. ومحتاجين فعلا نوعي الناس بها. اكتر لان هي. اه. كتير. اولا جدا من الناس بيهتموا بيها. بس في. في موضوع كده بسيط. عايزة ناقش مع حضرتك فيه برضو. في جزئين صناعة المحتو الوائل. وفي ناس بتقول لك طب من الناس بتعمل بقى محتويات وطلع ترند وخربية بقى وحاجات ملهاش لازمة. انا بقى انا بطعب في المحتوى بتاعي. او التعليمي وبقى لي مسجل مهد فيديو ولا امتين فيديو. ولسه ما وصلتش لالف ولا الفين متابع. نوع طويل قوي. ومجهد. انا شفت واحد جاري عمل فيديو وطلع ترند بقى اتنين تلاتة مليون. اه. عايزين برضو رد من حضرتك في الجزئية ديت. اه. عشان اه. الناس تبع عندها وعي. هادك عشان بس المشاهد يعرف إحنا كده سوينا بوز للتجارة والتجار دخلنا كده لصنع المحتوى صح؟ بس ياريت لو نربطها بالتجارة الإلكترونية يعني ما أقدر أربطها يعني عارف لأنه هذا موضوع مختلف كشركة كتاجر ما يهمني كم متابع عندي أبداً يهمني مفعاتي والله إن شاء الله يكون متابعيني 500 سمية كم قاعد أبيع قاعد أبيع بعشرين ألف أنا أفضل بكثير ما خلاص هو مو مقياس زمان كان مقياس نوعا ما إنه عندك عدد متابعين أكثر هي تزيد في القيمة السوقية للشركة فقط أدد المتابعين فقط تزيد القيمة السوقية طب هل صناعة المحتوى فعلا ممكن تزود لأرباحي أو تزود لمبيعاتي في مدقر الإلكتروني؟ طبعا حلو أنا لما أتكلم عن صناعة محتوى عشان الناس كوموا صورة أنت ما بتكلم عنك تكون يوتيوبر وتطلع أنت تروح لإستغرام أنا بتكلم عن صناعة المحتوى صناعة المحتوى التسويقي إنه كيف أسوي إعلان أكتب إعلان هذا محتوى هذه صناعة محتوى كيف أكتب إعلان يجزب انتباه الناس هذا ينزل تحت بند المحتوى التسويقي فهنا صناعة محتوى في نوع آخر من صناعة المحتوى اللي هو إنه ممكن عادي يكون صاحب الشركة يوتيوبر ممكن عادي يكون صاحب الشركة أو أحد من هذا هو ينزل ويتكلم ويصنع محتوى في مجال عام يعني خلينا أخذ مثال عملي شخصي بيع عطور بمتجر اسمه متجر السلام للعطور فهو بيصنع محتوى إنه والله هذا العطر كذا ميزته وهذا ويشتري مننا اللي نعطيك خصمه وبيشغال وحملات إعلانية وبيزيد مبيعاته تمام وهو بنفسه أو أحد من الشركة سوق صفحة اسمه سهل أخبير العطور وبدأت تكلم عن نواع العطور وأشكال العطور وكيف العطور كويسة وما هي كويسة وخبرتي في هذا المجال وكيف تصنع العطور وكونت شهرة فيها ما لهم تعارض بالعكس هذه حاجة حلوة وتكملك بس مو لازم بسويها يعني عشان الناس تتفهم غلط مو لازم تتجه إلى هذا الاتجاه لشركات تبت تشتغل إنت قيمتك مش بعدد متابعينك قيمتك بعد مبيعاتك ولما أتكلم عن صناعة المحتوى للشركات للمتاجة الإلكترونية أنا أتكلم عن المحتوى اللي يزيب انتباهها العميل عشان يضغط ويروح للصفحة حاجتك ويشتري منك جميل أوي طيب حاجات مثلا زي الترند أو التسويق الفيروسي هل ممكن تفيدني في التجارة الإلكترونية؟ طبعا طبعا تفيدك أكيد لما أنا أشوف إيش آخر الترند إيش الميوزيك اللي أستخدمها يعني مؤخرا مثلا ما أدري إذا شفتها وممكن أنا حرسلك رابط على الواتساب ممكن تعرض هذا الشيء حرسلك رابط كمثال أنه يكون في حادث فجأة شخص كده انقلب انقلب وبعدين يطلع أنت بتقلب كده وتطلع تعرض المنتج تبعك أنا قدي تقريبا تبع الكوب كوت أو كده أيوة هي تبع الكوب كوت فالآن هذه الترندات الآن هي موجودة حامية فهل أنا ممكن أسوي شيء كده أيوة ممكن عادي تروح مع هذا أو هذا شيء رائع إنك تدخل في الترندات وتسويها بما يليق بالشركة حقتك ممتاز اشتغل عليها بس سؤالك أرجع لي سؤالك اللي هو لصناع المحتوى ممكن نعطيهم جزء من الحلقة صانع محتوى في شخص يقول لك أنا بذلت جهد كبير وبأصنع محتوى ذو قيمة بعلم الناس مثلا إما تسويق تجارة باتكلم بمحتوى ثقافي تعليمي سواء قرآن حديث أي إن كان محتوى بيسوي بيشوف إنه هو نزل زي ما قلت ألف فيديو وجاله ألف سبسكرايبر بلنما الشخص الآخر أتكلم عن حاجة ترفيهية أو حاجة مثلا هو يراها إنه ما لها قيمة كوميدي أو ممثل أو أين كان وجاب عدد معين أو خلينا نقول ستريمر في الجيم ستريمر واحد يلعب ألعاب ويوري الناس كيف بيلعب وقاعد بيوصل إلى مليون مشترك فيشعر بالإحباط هذا الشخص اللي هنا يشعر بيش بالإحباط إنه أنا مني قاعد أوصل والناس قاعد تتابع هذا المحتوى التعفه فهنا أول حاجة أقول له أتمنى ما أحد يصير عرفي ما أحد يقول لشخص آخر إنه هذا محتوى تعفه وهذا محتوى غير تعفه فهناس عادي يقضي وقت من ساعة ويبي يرفيه عن نفسه وما هي مشكلة ساعة وساعة عادي أنا أشوف محتوى أنا عادي أشوف محتوى له علاقة بالكورة البعض يرى إنه المحتوى الرياضي هذا ونشوف اللاعب وين راحه واللاعب وين جاء إنه هذا محتوى تافه فأتمنى فكرة إنه تقول هذا محتوى تافه خاص ألغيها أو على أقل خليها لك إنت بالنسبة أنا ما أحب أقيم إنه هذا محتوى تافه وهذا محتوى والله جاد وكويس إنت عشان تتكلم مثلا في مجال مثلا زي أنا محتوى أتكلم مثل تسويق إلكتروني أنا وأنت أتكلم فإحنا نقول إحنا محتوانا رائع وهادف وهدولا تافهين ما يصير هذا الأمر لأنهم لهم فئة مسادفة هو مجال عمل مختلف بس قد يكون الشخص هذا ما هو تافه وحتى متابعين وما هو متافهين لأنه أنا شخصيا أروح أتابع قنواتها اليوتيوب لها علاقة بالكورة وأتابع الكورة وأشوف ومشترك وأدفع فنوس نرجع لها لكن إضافة بس بسيطة لو تسمح لي يا دكتور سه هي الفكرة يعني إيه فيه وده مشاهد فعلا من خلال يعني إيه مشاهدتنا اليومية وكده في بعض المحتويات اللي هي بتلاقيها هبطة هبطة من حيث إيه بتلاقي مثلا واحد يعمل مثلا مألف واحد أو تلاقي مثلا حد يبتزل حد أو يبتز حد أو يعمل حاجات يعني حاجات تخالف الأعراف والتخاليط بتاعتنا عشان إيه عشان يطلع تريند يعني مثلا مثال وحصل ده مع أسرة مصرية يعني إن في أسرة بيصوروا يعني أبه وأمه وبنتهم وبتاع فالمهم إيه تضربوا البنت ما ينفعش تضرب البنت عشان تعمل بقى فيديو وجيب لك ملايين ومشاهدات وكده فهي الفكرة كلها ده المقصود بالمحتوى اللي هو الناس بتستغل الفرص وتام الحاجات بتخالف القيم والأعراف والتقاليد يعني طيب يعني أوكي أنا أيدك إنه في بعض المحتوى هابط أنا ممكن أتكلم فيه يعني عندي ممكن نجيب هذا المصطلح محتوى هابط وممكن نرى إنه حتى بنت تستغل جمالها وتطلع ترقص تجيب ترينده مثلا تدخل ترينده عشان نقولها بالصريح وهذا الشيء يخالف إيش؟ العرف يخالف عاداتنا يخالف دينا يخالف تقاليدنا فهذا نقدر أسميه I categorize as محتوى هابط طبعا في الغرب يسموه محتوى ترفيهي entertaining content هذا المحتوى محتوى ترفيهي عبر الزمن وعبر السنين المحتوى الترفيهي فيه له عدة category يعني عدة خصائر فيه مثلا الأفلام تنزل تحت المحتوى الترفيهي الغناء والأغاني تنزل تحت المحتوى الترفيهي المحتوى الكورة وما الكورة هو ينزل تحت المحتوى الترفيهي الكوميدي كل هذا الشيء الرقصي هذا كله ينزل تحت المحتوى الترفيهي وعبر الزمن وعبر التاريخ المحتوى الترفيهي دائما له جمهور أعلى بكثير من أي محتوى آخر سواء محتوى ديني ثقافي اجتماعي نفسي هذه أنواع المحتويات تكون دائما جمهورها أقل فالشخص اللي بيقدم محتوى خلينا نقول ثقافي محتوى إديوكيشن التعليمي محتوى اجتماعي دراسات اجتماعية بيسويها الشخص بيسافر هذه الأمور حابة أقول لك الطبيعي أن يكون عدد متابعيك أقل من الشخص اللي بتطلع وتربص وتوري مفاتنها هذا من الطبيعي فإذا ما يصير تقارن نفسك هذه المقارنة طيب أنا إيش أقارن؟ أنا شخصيا أقول أقارن نفسي بما كنت عليه أنا وين كنت؟ وأقارن نفسي أسوي بنشمارك مع منافسيني في المجال يعني أنا أتكلم في التاريخ تاريخ الصحابة والتاريخ الحديث أو التاريخ القديم أين كان أتكلم بالتاريخ وبدأت لي مثلا بسور أربعين حلقة وما أصد إلا مئة سبسكرايبر فما أروح أروح أشوف ده الشخص اللي بيعمل حركات عشان يوصل تريند ولا يضرب بنته عشان يوصل تريند أروح أقارن نفسي مين الرواد في المجال هذا؟ كم وصلوا؟ إيش السوق هنا؟ كم الحصة عندي؟ هكذا تكون المقارنة الصحيحة والمقارنة العادلة هذا أول شيء ثاني شيء حاجة مهمة لازم ينتبه لصانع المحتوى أنت كصانع محتوى لو ما اشتغلت على الجانب المالي من صناعتك للمحتوى أنت حتوقف كيف؟ يعني أنت لو ما في دخل من صناعتك للمحتوى أنت في النخير حتوقف لأنك أنت إنسان بشر عندك عائلة عندك أسرة عندك مصاريف تأكل، تشرب، تنام، تسكن، عندك طموح مالي أيضاً وصناعة المحتوى أمر متعب ويأخذ جزء من وقتك وجزء من حياتك وأنت كصانع محتوى تعرف الشيء هذا اللي باقوله ما هو حاجة بسيطة ما هو حاجة بسيطة أنت تتواجد على يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، سناب شات، تويتر أبداً، يأخذ وقت كبير جداً فإذا أنت ما فكرت أيضاً مالياً بهذا الجانب أنت حتوقف وما حتستمر أبداً فأنصح صانع المحتوى قبل لا تبدأ صناعتك المحتوى أثناء بداية صناعة المحتوى من وين أنا أقدر أطلع فلوس؟ هل فقط من أرباح اليوتيوب؟ أم من العملاء؟ ألي على اليوتيوب؟ هذه مهمة، فلو أنت صانع محتوى في مجال أنت أصلاً البنشمارك حقك أعلى شيء خمسة ألاف سبسكرايب يعني مثلاً، رحت حتى للغرب دورت لو أحد بيتكلم عن التاريخ الحديث، أكتر شيء وصل لقيته والله خمسين ألف سبسكرايبر وفيديوهاته أكثر شيء مئة ألف مشاهدة أحب أقول لك، لو هذا يعيش على أرباح اليوتيوب، ما سيعيش لأنه ما هي أرباح كبيرة جداً فإذاً لازم تشوف طب أوكي، لو أنا عندي مئة ألف متابع مهتمين في الهندسة المعمارية حلو؟ حاجة كده ضيقة لو أنا عندي خمسين، مو خمسين حتى ألف متابع، لو عندي عشرين ألف متابع مهتمين في الهندسة المعمارية هدولة العشرين ألف فقط لو شافوا فيديوهاتي، مشاهداتي ما حتى عدة خمس آلاف عشر آلاف عشرين ثلاثين يوتيوب ما هيعطيني أرباح طب من هنا أجيب فلوس من عشرين ألف هدولة، أفكروا يدور هدولة المهندسين المعماريين بخبرتي أنا إيش الشي اللي هما يطنحوا يصلوا له؟ مثلا يبا يتعلموا الأوتوكاد مهارة عشان يقدر يرسم بعدين لاحظة فأنا كصانع محتوى في هذا المجال لازم أقدم منتج له علاقة به إما اشتراكات أوتوكاد وإما كيف ترسم على الأداء وأعلمه كمنتج رقمي، كدورة تدريبية سلع لهم المهندسين مثلا يحتاجوا القبعات هذه يحتاجوا الفيست، يحتاجوا الجزم اللي هي ما يدخل فيها مسامير ومحد ما جايبها فأنا ممكن أبيعها لهذول المهندسين المعماريين أو المهندسين المدنيين فإذا لازم تفكر من البداية العشرين ألف هذولا من المهندسين قد يكون قيمتهم توازي بدخل مادي منهم المليون منه ستريمر متابعينه كلهم أطفال ما يقدروا يشتروا أي شيء لازم يروحين بابا بابا اشتري لي هذا الأمر صح ولا لا، بينما المهندس هذا أول شيء مهندس والمهندس حينبسط إنه هو مهندس فالمهندس خلالته وعظمته هذا قريدي متخرج ومتوظف وراتبه كويس فممكن عنده قدرة إنه يشتري المنتج حجك تأكيدا لكلام حضرتك يعني في قنوات يوتيوب تعليمية ممكن تلاقي عدد متابعينها ضعيف مثلا عشرين ألف، ثانين ألف، ثانين ألف، ثانين ألف بكتير من دخل ناس تاني، أنا مثلا ليا صديق يوتيوبر بيتكلم في حاجات برضو بسيطة بس متابعينه مثلا مية وتلاتين ألف، مية وربين ألف دخله فعلا للشهر منه محدود وأعرف يوتيوبر تاني متابعينه كان وقتها تلاتين ألف وربعين ألف ما شاء الله بدخل دخل أحسن بكتير منه عرب متابعينه أقل، بس اللي بيقدم قيمة قوية للناس يا سلام، القيمة القوية في المجال هذه الفكرة تأييدا لكلامه، عندي أصدقاء كثير ناجحين جدا في اليوتيوب وصلنا على محتوى عندهم مئات الآلاف من المتابعين بل عندي صديق عنده الملايين من المتابعين ما بتكلم كم ملايين عشان ما يهد ملايين من المتابعين وليست مئات ألوف دخلوا أقل بكثير مما تتصور من أشخاص أنا أعرفهم عنده 200 ألف أو 300 ألف على التوك توك دخلوا أعلى من الشخصاً اللي عنده خمسة وستة مليون على اليوتيوب يعني أنا أعرفهم الأثنين يعني هو يقول لي هذا كم دخلوا فهو يعني لما يقول أقل هذا لا يعني إنه هذا اللي عنده ملايين برضو دخله هو دخله كويس ممتاز مقارنة بالعامة لكن هذا الشخص اللي عنده بس فقط مئات ألوف عنده دخل أربع أضعاف من هذا من عنده ملايين والسبب هذا فئته صغار هذا فئته كبار بس فإنتك صانع محتوى لا تقعد تفكر وتشوف الأعداد والأرقام وأنا أبو أوصل لي مليون وأوصل لا لا فكر بالمال اللي يجيك من خلال هذين المتابعين وقبلها فكر بالقيمة اللي تقعد تقدمها لهم بالتأثير اللي قاعد يصير من خلاله هذي القيمة المعنوية مهمة جداً هي أول حاجة القيمة المعنوية اللي تقعد تأثرها والقيمة المادية اللي قاعد تحصل عليها اللي هي حتساعدك تستمر فكر بادي الأمرين وإن شاء الله حتتخلص من عقدة عدد المتابعين عمري ما فكرت من أول يوم بدأت في المحتوى إلى اليوم والله الآن لو تسألني كم متابع عندك على اليوتيوب لو أجيب لك بالرقم ما أعرف بس أنا فوق الخمسمائة ألف هذا آخر أبدأت أنا أعرفه لأني ما عمري دخلت كده وأشوفها كم وصلت لو تسألني الآن كم متابع عندك على تيك توك أنا أعرف إن أنا فوق الميتين آخر أبدأت لي لما أدخر خلاص أنا أدخر سأنزل المحتوى أنسى لكن إيش أراقب؟ أراقب ما أثر هذول المتابعين على الجانب المادي حقي وما أثري عليهم على الجانب المعنوي إنه الإنسان صاحب رسالة أنا بأوصل لحاجة معينة بأدي حاجة معينة إن شاء الله في يوم الأيام لو ربنا أخذ أمانته ومشيت مر وهذا الأثر وهين الأثر حقي اللي حاسيبه؟ أركز عليه أيضاً فهو الهدف الأساسي أصلاً أثري الهدف الأساسي هو الأثر اللي حاسيبه في الناس الهدف الفرعي المال اللي حيشحن هذا الأثر لأنه لو ما في مال إيش يسير؟ ما حقدر أصور يوتيوب ولا حقدر أصنع محتوى ولا حقدر أشتري كاميرا هذه الكاميرا أمامي سعرها كمها؟ هذه سعرها تقريباً 11 ألف غير العدسة كيف هيشتري هذه الكاميرا أصور فيها؟ ما حقدر فهذه بصيحة لهم أتمنىك لا تتحطم لا تحط الأرقام أبداً في حسبانك أشتغل وأبذل جهد وأيضاً لا تصير يعني ليش على هذه الكلمة؟ يعني إيش عكس الذكي؟ كلمة كده مؤدبة محترمة فلا تصير عكس الذكي يعني خليك ذكي شوية إذا فيه أحد في البنشمارك حقك مثلاً يوصل لأربعة مليون وإنت واصل أبع ألاف وإنت ما شاء الله شغال محتوى كويس وما بتقطع ومنك قاعد توصل فيه خلل ياثل عندك خلل حلل هل تصويري هل محتوى هل الاستمرارية حقتي هل مثلاً التقنية يمكن التاجز منك عرف تحطها صح؟ يمكن مثلاً تسمي حلقتك عشان تطلع في السجيشن يمكن مثلاً تسميها يمكن الثامب نيل يمكن توقيت إنزال الحلقة يبغى لك برضو أيضاً تجتهد في هذا الأمر هو مو بس يلا أطمع ونزل لا لا، جودة الصوت، جودة الصورة، جودة الكاميرا هذه كلها شرب يعني تشوفها بعين الاعتبار فبرضو هذه يعني إذا كان في أحد سابقك كثير أنتبه برضو يعني هذه مؤشر أن أنت في أشياء في خلل عندك فأنتبه فيها وراقبها صناعة المحتوى صناعة مهمة جداً اللي مش هستثمر فيها دلوقتي هيكون صعبة عليه يبدأ فيها كمان أربع أو خمس سنين لأن السوق بيزدحم زمان كان من السهل الواحد يطلع بجوال ويصور فيديو وحتى لو الصوت ضعيف، الإضاءة ضعيفة وهكذا دلوقتي المستوى بقى متقدم الناس بقى تجيب كاميرات، ممكن أكتر من كاميرا كمان يجيبه مصورين، مخرجين بعد أربع أو خمس سنين هتلاقي الموضوع أصعب وأصعب فإبدأ دلوقتي عشان تلحق توجد ليك مكان قوي في السوق لكن هل لما أنت تبدأ صناعة المحتوى أو تبدأ تأسس متجرك الإلكتروني أو تبدأ أن أنت تعمل أي اكتيفتي أو نشاط ليك أولاين لازم تتعلم تعمل إعلان ممول صح عشان ده يساعدك توصل للجمهور بتاعك بأسرع وقت وبتكلفة بسيطة مقارنة بوسائل الإعلانات الأخرى خليكم معنا بعض الفاصل هنتكلم على الإعلانات المولة للمتاجر الإلكترونية مع دكتور سهل مهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعض الفاصل مع الإعلانات المولة في التجارة الإلكترونية مع دكتور سهل مهدي أهلا وسهلا بك دكتور سهل يعني تعبينك معنا في اللقاء الجميل ده ومستمتعين صراحة بكلامك ده وعلمك والتجارة الجميلة دي بس زي ما قلتلك كده في البريك كده يعني البودكاست ده متحسابش لسه في بودكاست لما تشرفنا وتنورنا إن شاء الله بإذن الله أكيد 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 إن شاء الله بإذن الله طيب الإعلانات المولة بعد باختصار بسيط كده وبساطة وسهولة إزاي أعمل إعلان المول ناجح طيب أول حاجة لازم تتأكد من المحتوى والرسالة الآد نفسه بحد ذاته هذا رقم واحد رقم اثنين أكبر خطأ تسويه وأنا سويه هذه القمار القمار في هذا الممولة وفي التسويق الإلكتروني إنك أنت تروح تسوي تجيب منتج تسوي له حملة إعلانية واحدة وإعلان واحد وتضع الميزانية كلها عليه مثال يعني أنت تسمي ده أمار لأنه ده أشوف أنه حتى حرام حرام ضد فلوسك ليش يعني ماذا أنا والله يودي أنا لو حتى لو ميزانيتي محدودة جدا حتى لو ميزانيتي مثلا 20 أو 30 دولار في اليوم مستحيل أطلق حملة إعلانية وإعلان واحد لازم الثلاثين دولار دي أقسمها على الأقل على الإعلانين واحد فيديو صورة فيديوهين مختلفين برسالتين إعلانية مختلفة لفئتين مستهدفة مختلفة وهكذا إني أنا أعمل إعلان واحد وحملة إعلانية واحدة وأحط عليها كل الثلاثين دولار هذا قام لي ما ينفع أنت ما بتعطي لميتا ولا بتعطي للأداة سواء تيك توك أو سناب أو ميتا ما بتعطي فرصة إنه هو ممكن يجرب حاجة ثانية عشان ما يفشل معك هو هدفه ترى على فكرة هدف مارت زاكربيرغ وهدف مؤسسي تويتر وتيك توك والميتا نفسه وبحد ذات الحملات العنية وجوجل آدز ترى هو مو هدفه أنه ياخد فلوسك وما يعطيك نتيجة خدها قاعدة هو مو نصاب ولو نصاب ما كان إلى الآن الشركة دي بتجيب مستثمرين وقيمتها السوقية بالمليارات هو هدفه الرئيسي إنه يسوي لك حملة إعلانية أنت تربح منها وهو يربح منك هذا هو الهدف الرئيسي فبنيت الأداء والبلاتفورم كله بني على هذا الأساس بس أنت لو قمت بعمل حملة إعلانية واحدة بإعلان واحد منت قاعد تساعده إنه يحقق هذا الهدف بالعكس أنت قاعد تساعده إنه يفشل في تحقيق هذا الهدف ولما يقف الإعلان وتفشل الإعلان أنت تخسر فلوسك وهو يخسرك أيضا إنه يتقول أنا بطلت أعلن خسرك هو ما يبقى يخسرك يبقى يربح معك يبقى يربحك ويربح هو أيضا بس الموضوع متعب شوية يعني إن أنا أعمل لكل مثلا أعمل ثلاث أربع إعلانات عشان أختبر مثلا منتج واحد ما أنا المنتج ده هو مثلا أنا شايف إنه ممكن يجيب عشان كده عملت له إعلان طبعا طبعا أنت هتتعب تبقى تجيب فلوسه وأنت مرتاح وناهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه على الأقل. بذات في بداياتك لأنه إنت أحاسيسك في البداية تكون مبنية على خبرات بسيطة ما يخبرات طويلة هنا واحد جاني عنده خبرية مثلا خبرة عشرين سنة في الحملات الإعلانية في إطلاق الإعلانات بشكل عام على الإعلانات الممولة سواء عبر التلفزيون ولا عبر الراديو ولا عنده خبرة خمسة عشر سنة ودرس السكيبتات وسوى وفش وليجي ممكن أني أتقبل فكرة أني يقول لي الله هذا المنتج هذا إعلانه بس لي وحدها يعني ها ممكن أتقبل واحد ما عنده خبرة كبيرة في المجال ومبتدئ وبرضو متكاسل نكي تتسوي للمنتج حقك إعلانين صورة وفيديو صورة وصورة ثانية فيها رسالتين مختلفة إذا تقدر فيديوهين واينات بالعكس فهذا رقم اثنين تبغى حال طبيعا سهل لو أنا بسوي واحد أوكي قواهد سوي سوي بس إعلان واحد بس أنا بقل لك من وجهة نظري ومن خبرتي في المجال قد تكون أيضا خبرتي محدودة لعله البعض يشوف أنه لا عادي إعلان واحد يمشي وممكن تمشي وتنجح على فكرة بس أنا بقى هخفف الفشل يعني أنا أخفف لك احتماليات الفشل عشان ننجح هذا رقم واحد اثنين رقم ثلاثة لو أنا عندي ميزانية شهرية خلي نفرض كبداية ألف دولار تمام؟ وفئتي المستهدفة أقدر أوصل لهم من منصتين يعني فئتي لنفرض أنا بقى استهدف ناس اللي تشتري باوربانك صغير وهذا وموجودين في القاهرة جزء جزء الآخر موجودين في مدينة ثانية بسرعة أسعف لي في الصعيد طب في القاهرة وفي الإسكندرية تمام؟ قاهرة وإسكندرية حلو فهدولة فئتين مختلفة لوكيشن مختلف قد يكونوا أعمار مختلفة وحتى الرسالة وطريقة كلامي حتكون مختلفة معاه يعني ما بتكلم مع شخص من القاهرة أكيد ما بقت بطريقة حتكون مختلفة وتكلم مع واحد بالإسكندرية وأكيد لهجتي حتكون وكلامي ورسالتي مختلفة من واحد من الصعيد حتما فلما أنا عندي أكثر من لوكيشن وأكثر من فئة مستهدفة وأقدر أو صلم هم موجودين على أكثر من بلاتفورم يعني موجود جزء منهم اللي في القاهرة موجودين في الإستجرام واللي في الإسكندرية موجودين على الفيسبوك فهذا الشيء الثالث أقسم الميزانية حقتي على تو بلاتفورم والله جزء للإستجرام أخلي خمسمية هنا على الإستجرام وخمسمية هنا على الفيسبوك أو سناب شات أو تويتر على حسب فلا تضعها كلها في بلاتفورم واحد في مكان واحد عشان نشوف ونختبر فأصبح عندنا تو بلاتفورم منصتين مختلفة كل إعلانة ممكن يكون فئتين مستهدفة مش فئة واحدة وكل فئة ممكن يكون لها إعلانين يشوف الرسالة هنا ويشوف فيديو ويشوف صورة هذه ثالث خطوة الخطوة الرابعة أبدأ بميزانية بسيطة حتى لو كانت ميزانية كبيرة يعني مثلاً أذكر مرة في أحد الشركات كان ميزانيتهم الشهرية ثلاثمائة ألف ريال يعني تقريباً تكلم عن تقريباً تمانين ألف دولار فالبداية أول شيء أختبر أنا من أختبر بميزانية لا تتجاوز خمسة بالمئة من الميزانية الكلية أول كم يوم ثلاثة أيام أربع أيام اختبارات أسوي كل المحتوى وأحط أذكر وقتهم يحضر ثلاثة أرب دولار ألفين دولار شيء زي كده لمدة ثلاثة أيام فوقتها اللي هو مدير التسويق في هذه الشركة تواصل معي قال لي ها كيف الأخبار وقال إحنا فتح باختبار قال ممكن نشوف قال أوكي والله هذا الإعلان كذا كذا قال كم صرفت له ثلاثة ألاف دولار قال إحنا ميزانيتنا كبيرة ليش ما صرفك قلت له ما ينفع أصرف أنا عارف ميزانيتك كبيرة بس أنا بجيب لك أفضل قدر ممكن من العادة الاستثمار فأنا بأختبر بميزانيات بسيطة فدائما أختبر بميزانيات بسيطة جدا فلو أنت ميزانيتك مئة دولار أو ألف دولار في الشهر فترة الاختبار ثلاثة أربع أيام تكون ماكسيوم عشرة بالمئة من ميزانيتك في اليوم ثلاثين دولار لمدة ثلاثة أيام اختبر المحتوى عندك اختبر الإشار قاعد ينزل بعد ذلك ممكن نزيد الميزانية نزيدها نزيدها لما نوصل نعرف والله إنه هذا المحتوى هو اللي قاعد ينجح مع هذه الفئة المستفدفة على هذا البلوت فورد يلا الآن أضخ هذه المبالم هذي كده بشكل سريع إيش العوامل يتخلي حملتك العلانية تنجح بعد ذلك ممكن يكون ربط البيكسلات أربط بيكسلاتك في الموقع وفي المتجر كويس تربط البيكسلات سوي حملاتي على استهداف يعني لو أنا ميزانيتي 10 ألاف دولار على الأقل 10% إلى 15% من ميزانيتي هي حملات عادة الاستهداف طبعا ما تتسويها إلا إذا تبركب البيكسلات غالبا من 90% فجزء منها يكون حملات للاستهدافتها عشان ترفع العادة اللي يسمىها الـ يا جميلة طيب بالنسبة لإختار المنصة أنا إزاي بختار المنصة اللي أنا هعملها لها إعلان هل مثلا يا طرع شان أنا في السعودية فالإسناب رقم واحد اختار الإسناب ولا أنا مثلا عشان في أمريكا فالفيسبوك رقم واحد اختار فيسبوك بناءًا على إيه بختار المنصة أو تطبيق التواصل الاجتماعي اللي أنا هعملها لإعلان بناءًا على فئتك المستهدفة وين متواجدان جيب سيرة السعودية مثلا السعودية متواجدين على تويتر وسناب شات وإنستجرام وتيك توك بس أنا أبيع مثلا جيمين كيتز اللي هو الأدوات اللي تساعدني ألعب الجيمز بجوالي فيه كده جوالك ستتمسكي ألعب جيمي للجوال هروح تويتر ولا هروح فيسبوك ولا هروح انستجرام ولا هروح سناب شات ولا هروح تيك توك تيك توك أوكي على الأغلب هروح تيك توك وممكن انستجرام شوية إنه في فئة هناك لها مهتمة بالجيمينج وأسوي اختبار ما بينها وتتذكر عشان ما هروح أضيع فلوسي سهل قال تيك توك أحط الـ 5000 دولار في تيك توك فأصبح قيمار ولا مقيمار هاااااااااو ياد��رجح يادى افشل هاااااااااها وما يصير فأوزع شويتين وأختبر مثلا أبغى أبيع عقار في السعودي أنا مسوق عقاري عندي تويتر سناب شات انستجرام تيك توك وين أروح هروح لتويتر بشكل كبير لأنه رواد الأعمال الناس اللي عندها فلوس الموظفين الكبار العمار بالذات اللي هي ما بين نتكلم ما بين أربعين سنة إلى ستين سنة هذول اللي عندهم القدرة المالية عنده مليون اثنين مليون ريال يقدر يشتري فيها عقار وأنا كم مسوق عقاري ما حيسته لأنه أصلاً تويتر عمره هو أعلى من أعمار تيك توك وسناب وإنستغرام فغالباً حروح للتويتر أنه غالباً حيتواجده هناك وحتى ممكن أجرب الفيسبوك كمان في السعودية مع أنه السعودية أغلبها تويتر وسناب شات لكن الفئة الكبيرة هذه العمرية كبيرة ترى جاءت فترة من فترات الفيسبوك هو الأول في السعودية فالجيل اللي جيلنا أو جيل اللي قبلنا إلى اليوم يتابع فيسبوك إلى اليوم يتصل على فيسبوك عادي يعني معتبروا أنه شيء موجود ومو عارف أنه فيه ترى سناب وتيك توك وهذا أكله الجو فممكن أسوي تويتر أجرب بميزانية بسيطة فيسبوك وأجرب سناب أيضاً ميزانية كويسة أجرب فيها سناب فما حروح إنستغرام غالباً فبناء على فئتك المستهدفة تحللها وتعرف وأن هي بناء على العوامل اللي تتشوفها وتسوي دائماً تسأل البلاتفورم اللي ينجح معاك تدوس معاه البلاتفورم اللي ينجح معاك تدوس معاه بس هل الزكاء الاصطناعي بقى يساعد من ويدوس معايا ولا لأه؟ إن شاء الله لسه الذكاء الاصطناعي في بداياته بس يعني قاعدين يحاولوا يسوي برامج تساعدك في إطلاق الحملات التروجية الممولة بالذكاء الاصطناعي نفسه ميت أصلاً بدأ يسوي إنتروديكشن للذكاء الاصطناعي في حملاتك الممولة هو نفسه بيقول لك ترى إحنا مستخدم الذكاء الاصطناعي فما أعرف حقيقة هل سيساعدنا فعلاً أن يعمل فارق كبير؟ لسه الموضوع في بدايته خلينا نشوف إحنا جمب تحت الاختبار الآن الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر فما أعرف إذا ما عندي كومنت على الموضوع هذا ما أعرف لسه في تحت التجربة فما أقدر أعطي رأيه الآن بس يعني فيه احتمالياً عادي يساعدنا بشكل كبير هل ممكن الذكاء الاصطناعي فعلاً يلغي وظائف التسويق الإلكتروني زي الإعلانات المولى وكنت انتو غيرها؟ لا لا طب ليه؟ اللي بيشتري منك إنسان ما هو آلة ما هو روبوت السلوك يتغير يتجدد الذكاء الاصطناعي يساعدني نعم ممكن أروح على تفجات جي بي تي سوي لي إعلان لكذا كذا كذا يتكلم عن إطلاق مثلا عن هذا المنتج يسوي لي إعلان ليسماعه وعطيه المواصفات وإلى آخره حيحاول يسوي لي إعلان وفي عدد المساعدة في مصر وكأوي إلى آخره لكن ما هيقدر يكتب لي محتوى زي لما أنا مصري في القاهرة مولود هناك بين شعبي لغتي أعرفها لهجتي أعرفها طريقة تفكيراً أعرفها لو جبت ذكاء الاصطناعي يكتب لك إعلان وجبت كاتب محتوى محترف مثلا نفط فيتك وصدف القاهرة مولود هناك وعايش هناك وبيعرف لهجته وبيعرف لغتهم هذا حيكتب أفضل بكثير من ذكاء الاصطناعي لأنه اللي بيشتري هو بشر بس هذا لا يلغي أيضاً ذكاء الاصطناعي تقول تساعدني في كتابة المحتوى تعطيني أفكار يلهمني لا كذا أمشي يكتب لي سكريب بس أنا أعدل عليه فما أعتقد أنه هتلغي الوظائف كذا إلغاء تام ممكن تحدد تقلل يعطيك أفكار أنا أشوف أنه الذكاء الاصطناعي هو موظف آخر معك وليس موظف بديل يعني أنا عندي كاتب محتوى مصمم أي أن كان عندي شات جي بي تي ولي عندي ذكاء الاصطناعي أي أن كان التول هذا موظف إضافي معايا يساعدنا كلنا أن نصل إلى الهدف أما استبدال تام أشك في ذلك التقارة الإلكترونية في العصر اللي إحنا فيه لا يمكن الاستغناء عنها واللي حد دلوقتي ما تخلش فيها هيفوتوا خير كثير التقارة الإلكترونية بتبدأ أول حاجة باختيار منتج ناجح بعد كده بتصميم هوية للمتجر بتاعك بعد كده اختيار صور جيدة إنشاء متجر عن طريق سلة أو زيد أو إكسباند كارد أو أي شركة بعد كده تبدأ في كتابة محتوى جيد على منصات التواصل الاجتماعي وتسوق للمتجر بتاعك وآخر خطوة هي خطوة الإعلانات الموولة تكلمنا النهاردة مع أستاذ سهل بشكل عميق في الأمور دي كلها وهو صراحة أتحفنا يعني وأفدنا بخبرات وتجارب وقصص حقيقية والميزة في دكتور سهل إن هو ممارس والكلام اللي بيقوله ده بناء على الخبرات وتجارب مر بيها مش مجرد كلام نظري أو قصص هو سمحها من الغير شكرا جدا دكتور سهل شرفتنا ونورتنا وماشاء علاقة حلقة جميلة جدا أنا مش عايز أنهي بس عشان وقتوكم وعشان وقت دكتور سهل شكرا جدا ليكم وشكرا جدا حاجة دكتور سهل شكرا لك وأنا جدا مستمتعت مع أنه حسنا طولنا بس برضو كنت مستمتع في اللقاء أتمنى أنه أيضا يستفيدوا المتابعين عندك ويستفيدوا الشباب وإن شاء الله لنا لقاء في القاهرة بإذن الله الجزء الثاني نتراقها وجزء الثاني بإذن الله نورتنا وشرفتنا وشكرا جدا ليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته